للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عز الدين إبراهيم مرحب بك أستاذ عز الدين ارتفاع عدد ضحايا مسيرة العودة بقطاع غزة إلى 18 قتيل انتزامنا مع تحذيرات الفصائل الفلسطينية للاحتلال من تكرار مجازره إلى أي مدى تتوقع مواجغة محتملة لسيما وأن هناك دعوات للاحتشاد يوم الجمعة المقبل؟ يعني مسيرات العودة هي ستستمر إلى 15 من الشهر المقبل 15 أيار ولذلك نتوقع تصعيداً في الفعل الجماهيري في غزة وفي كافة الأرض الخلسطينية وحتى في الخارج إحياءاً لذكرى يوم الأرض وأحياءاً لذكرى النكبة التي تصادف في 15 من الشهر المقبل الإحتاج الإسرائيلي لا شك أنه يتعامل مع هذه المسيرات على أنها تهديد لهذا الكيان فبالتالي هو لن يجد رادعاً في أن يستهدف هذه المسيرات السلمية التي شهد العالم كلها على سلميتها بأن يستخدم ضهاء أشد أنواع القوة ودي على ذلك سقوط أو ارتقاء 18 شهيداً حتى الآن في أكثرهم كان يوم الجمعة الماضية بشهاد 15 شهيداً فبالتالي نتوقع مزيد من الاعتداء الإسرائيلية في التعامل مع هذه المسيرات التي يعني بشكل أو بآخر هي تعري هذا الاحتلال وتؤكد على الحق الفلسطيني في العودة والحق الفلسطيني في فلسطين التاريخية يعني برأيك الظروف ربما تحتم المواجهات الآن بين الفصائل والقوات المحتلة الصهيونية يعني ربما تمثل رد السلطة من خلال الخارجية من خلال الحراك الدبلماسي متمثلاً في خيارين إما مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث أو التقديم أو تقدم بمشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بنوجه نظركم أستاذ يعني أي الخيارين أقرب يعني قبل الخيارات أو الخيارات أخي الكريم أؤكد على أن ما يجري هو يعني اعتداءات لا نستطيع أن نتكلم عن مواجهات المواجهات تكون بين جيشين متكافئين أو بين دولة دولة ما جرى وما يجري حتى لأن حتى في حروب الثلاثة تخلطها غزة ضد هذا الاحتلال هو دفاع عن نفس وهي اعتداءات مارسها لعدوان الصهيون أو دولة الاحتلال على هذا الشعب الأعزل إلا من إرادة المقاومة وإرادة الصمود أما فيما يتعلق بخيارات السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذا الموضوع يعني برأي أن السلطة الفلسطينية جربت أكثر مرة لجوء إلى المتحدة وإلى هياتها القانونية وهياتها الحقوقية لكن دون جدوى أمام وجود الفيت الأمريكي الذي تشهره الولايات المتحدة في كل محفل من المحافلة الدولية لا شك هناك مجتمع دولي ظهرت مواقفه بشكل جيد فيما يتعلق بما جرى الجمعة الماضية لكن هذه المواقف تبقى حبر على ورق دون أن تترجم إلى واقع دون أن تكون هناك آليات حقيقية تجبر الاحتلال وتحاسب الاحتلال على جرائمه أما في ظل وجود إدارة أمريكية متغطرة سيمينية متطرفة فلا أعتقد أن هناك تعويل على أن يكون هناك شيء عملي قد تلجأ له السلطة الفلسطينية في الفترة القادمة الخيار المتاح أمام السلطة الفلسطينية إذا كانت بحق تريد أن تخفف عن أهل غزة أن ترفع العقوبات التي فرضها سيد محمود عباش على أهل التطاع المحاصن منذ أخذ عاما أستاذ عز الدين فيما يخص الجامعة العربية والاجتماع الطارئ الذي قررت عقده يوم غد الثلاثاء لبحث التصعيد الصهيني ما المتوقع؟ نتوقع أكثر من بيان شجب وإدانة الجامعة العربية انتظرت أربعة أيام حتى تعقض اجتماعا لمناقشة سقوط ثمانية عشر شهيدا رأينا هذه الجامعة كيف تحرك في ملف اليمن في ملف سوريا الذي سقط في آلاف الشهداء في العراق هذه الجامعة العربية لن يخرج منها أكثر من بيان شجب وإدانة ورأينا بالتجربة الظاهر للعيان أنها لم تفلح في أي من المحطات السراع سواء من الاحتلال السريع أو في محطة التي تتعرض لها الأمم العربية في أن يخرج منها أي موقف عمري ما نتوقعه من الجامعة العربية غدا هو موقف قولي لا نتوقع أكثر من بيان شجب وإدانة وإذا كانت فعلا جادة أن يخرج عنها فلتقنوا على خطوات عملية من قبيل بداية الضغط على السلطة الفصنية لرفع الوقوبات عن غزة الضغط على المتحدة بمخاطرة المتحدة بأن تعمل على الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته غير ذلك لن يتعدى دور السلطة الجامعة العربية أفوا أكثر من بيان شجب وإدانة تعودنا عليه نحن كفلسطينيون على سنوات السراع مع الاحتلال أخيرا أستاذ عز الدين إبراهيم إلى أي ملا ترى أن الحراك الشعب الفلسطيني على رغم من فداحة الكلفة استطاع أن يفسد ترتيبات ما سمي بصفقة القرن بلا شك سيد الكريم بغض النظر عن التسمية سواء صفقة قرن أو غيرها لا شك أن الشعب الفلسطيني أوصل رسالة واضحة إلى الكيان الصهيوني وإلى المتحدة الأمريكية وإلى المجتمع الدولي بشكل عام على أن أي ترتيب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لن يمر إلا على جهدنا على جهد الشعب الفلسطيني لن يكون سهلا هذا الشعب الفلسطيني اتخذ خياره السلطة الفلسطينية أو أي كيان سياسي فلسطيني سواء كان فصائل أو حتى سلطة الفلسطينية إذن لن تستطيع أن تتحدث الاسم الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالحل النهائي أو ما يتعلق بمصير هذه القضية. فبالتالي الحراك الجماهيري سواء في مسيرات العودة التي حصلت أو فيما يتعلق في الأيام القادمة هي كفية بإيصال هذه الرسالة الإحتلال الصهيني. وبتقديري أن حجم ردة الفعل الإسرائيلية بهذه الجرامي التي ارتكبها الجمعة الماضية دليل واضع على أن الرسالة وصلت إلى الاحتلال. شكرا لك شكرا جزيلا لنستاذ عز الدين إبراهيم الكاتب الصحفي الفلسطيني. كنت معنا عبرا سكايب من اسطنبول.